السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم في وصفة مريم سنوصلوا وصفات عيد الأطحى ونقوموا اليوم كبدة ملفوفة ومشوية تفضلوا نشوفوا المقادر هنا عندي كبدة غنمية طبعا مقطعة إلى مربعات بهذا الكبر كما راكم تشوفون بهذا الحجم وعندي كذلك هنا شحم اللي كم كامل على بلكم اللي نلقاه وهي في الكبش في الدوارة اذا هذا هو منزحقه اذا بعد ما خصلته ونشفته طبعا وهنا قطعته مستطيلات كما راكم تشوفون وهنا قضية الضوغ كل واحد كيفاش يحب يأكل الكبدة كان يحبها ملفوفة بشحم كان يحبها بلاش كان يحملش كامل شحم هذه قضية الضوغ اذا عندي توم بالتتبيلة عندي معدنوس زنجبيل زنجبيل من هو سكنجبير عندي شوية كمون فلفل عكري فلفل الكحل وهنا ملعقة صغيرة خل ابيض بالنسبة للتتبيلة اذا بالنسبة للتتبيلة اذا بالنسبة للتتبيلة كل واحد يدير توابل حاولوا كذلك لا تكتروا بزاف التوابل في عيد الاطحان نستعملوا بزاف توابل كما العصبان في البغوشة حاولوا انكم تديروا شوية شوية بزاف لا تكتروا اذا اضافت اخر هذه المكونات واجربوا هذه التتبيلة والله العادة تبنينا بزاف بالتوم ووسكنجبيل وكمون ثاني اعطانكها رائعة نضيف شوية في العكري ولا حبيته حار كده تقدروا في العكري حار وحنا شوية فلفل كحل سنخلط كلش وانا هنا ماشا نخلي الكبدة تتشرب هذه التتبيلة واش راح ندير سنلفها بلخفة في الشحم نلفوا وندير البغوشات ونخلي البغوش التوعيه هما اللي يرتاحوا في الثلاجة يعني هنا بش تزربوا ويكون عندكم الوقت بش تربحوا الوقت اذا هنا نحضر الملح يراكوا شفتوني بلية مادرتش الملح الكبدة ثانيك مديولها شكامل اللي ملح تحبوا تقلوها ولا تشووها ولا الملح دائما مع الاخير بش تقدركم الكبدة طرية اذا هنا عندي هذه الاسياخ هذه العودة تقلوها والان نبدأ بسم الله ناخد القطعة الشحم وهنا قطعة الكبدة باش نلفها هكا وعلى فكرة ليما يقدرش يعني ما يحملش ياكل شحم هكا واش تديروا يعني طريقة سهلة كما نديرانا انا نلف هكا بشحمه كامل يعني نشويه من بعد كن يبدأ نحب ناكل نحي كامل هاداك الشحم يعني اللي قعد اللي هو ملفوف يعني تقدروا تنحوم من بعد شوي يكونوا مازل تكون هكا قطعة كون شوية لشان لا يقدرش ناكلها هكذا لهذا بعد ما نطيبوه نحي عادي وناكل الكبدة هكا يعني الجطرية هيا الشحمة هادي هي تعطي طرواه اكثر للكبدة انا هنكمل كامل كمية تاعي وندخل ها الثلاجة ترتاح و الان ادرت شوية تسخن وهنا اللي بغشة تسخن بعد مرتاحه كما راكم تشوفوا وتشربوا بيان هذوك هذوك التوابل الان بدأ بسم اللي هنا نشويها تقدروا كذلك كما العادة ولو هي تشويها وين حبيته هكذا هنا في المرحلة الاخيرة راكم تشوفو باللي يعني كملت ما طابت الكبدة الان نبدأ ندللها في الملح الملح الان كنضيفه في الاخر وش يدير راح يخرج كامل هذيك الاسوس اللي كانت دخل الكبدة عن هذيك المرقة هذيك الان يعني بعد ما كملتو كامل تملحو على حسب الدوغ ودخلوها شوية تزيد تكمل شوية طيطي طيب ماشي حاجة يعني قسمات قلبو وتملحو كامل الجهات وتنحو ورح نشوفو الكبدة ملفو فتا عنا وجدة نتمنى انكم تجربوها بالتتبيلاتي اليوم ان شاء الله وتعجبكم ونقول لكم سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة